بمناسبة منوري 90 عاماً على تدشيني كنيسة أم الكنائس للروم الملكيين الكاثوليك في الويبدي أقيم قداس احتفالي ترأسه المطران ياسر عياش النائب البطرياركي للروم الكاثوليك في القدس بمشاركة الأب نبي الحداد راعي الكنيسة وحضور عدد من الوزراء والنواب ورجال دين إسلامي ولفيف من الأباء الكهنى احتفلت أم الكنائس للروم الملكيين الكاثوليك في عمان بالذكرى التسعين لتشييدها وجاءت هذه المناسبة ضمن احتفالية مئوية تأسيس الدولة الأردنية بحضور وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا للإحتفالية علي العايد ونائب رئيس مجلس النواب هيثم زيادين ووزير البيئة نبيل مصاروة والنواب هاي العياش وعمر النبر ومجد الياقوب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي سماحة الدكتور حمدي مراد والدكتور الشيخ عايد جيبور وأمين عام حزب الوطن الإسلامي الدكتور مصطفى العماوي ومدير عام كاريتاس الأردن وائل سليمان والسيد ثابت الور والدكتورة باسمة السمعان مديرة المكتب الإقليمي لفضائيات نورسات في الأردن وأعضاء جمعية الروم الكاثوليك الخيرية ولجنة الحوار والمتابعة ولفيف من المدعوين واجتمل الاحتفال على قداس ديني ترأسه النائب البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك في القدس المطران ياسر العياش بمشاركة الأب نبي الحداد ولفيف من الكهنة وحضور عدد من وجهاء وأبناء الكنيسة الملكية الكاثوليكية وفي عظته قال الأب نبي الحداد يأتي احتفالنا بتسعينية أم الكنائس التي شيدت في عام الف وتسعمائة وواحد وثلاثين بجوار كاتدرائية بلد الفيا التي يعود تاريخها إلى القرن السادس الميلادي على سفح جبل الويبد المطل على صحن عمان مدينة الحب الأخوي نحن اليوم نحتفل بتسعينية هذه الكنيسة والتي تعانق مئوية المملكة الأردنية الهاشمية هذه الكنيسة تعلمنا الحب أن نحب الله وأن نحب أخانا القريب والقريب الأعز على قلوبنا جميعا هو هذا الوطن نحن تعلمنا أن نقف في هيكلنا في مذابحنا في كنائسنا أن نقف وأن نصلي من أجل سلام العالم أجمع ومن أجل ثبات كنائس الله هذه الكنيسة بنيت في عام الف سعمائة وعشرين وهي اليوم يتجدد كالنسري شبابها هي شاهدة على حضور مسيحي شاهدة على رسالة حملتها كما أساقفتها من الرسل من القديسين شفيعي هذه الكنيسة الرسولين بطرس وبولوس نحن سعداء أن نحتفل سعداء بتسعينيتنا وسعداء بمئويتنا الأردنيون المسيحيون ولدوا أردنيين ومعموديتهم تعلمهم وتشجعهم وتأمرهم بأن يحبوا القريب أن يحبوا الوطن وأن يحبوا بعضهم بعضا أولا وآخرا بشفاعة القديسين الرسولين بطرس وبولوس وبصلوات القديسين وأمنا مريم البتول نصلي إلى الرب الإله أن يحمي هذه الكنيسة أن يحمي هذا البيت المبارك المقدس أن يحمي وطننا وجلالة قائدنا ويحمي كل شعبنا إنه السميع المجيب أمين وبهذه المناسبة حي الأب حداد القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب رسالة عمان كما رفع الدعاء من أجل جلالته وولي عهده الأمين ومن أجل جميع مساعديه وحكومته وجيشه كما هنع سمو وولي العهد المحبوب بمناسبة عيد ميلاده الميمون السابع والعشرين وقدم الشكر كذلك لفضائية نورسات على دورها الإعلامي في تغطية المناسبات الدينية والوطنية ولجوقة الترنيم بقيادة الدكتور حسام حداد وأسامة جبور كما شكر فرقة الكشافة بقيادة طارق مسلم وحسن الور وفي كلمته في الاحتفال قال وزير الثقافة علي العايد يسيدي هو هذا هو الأردن الأردن اليوم احنا احتفالات كبيرة لمئوية الدولة والدخول في المئوية الثانية واليوم هذه الكنيسة جزء من تاريخنا وجزء من تاريخنا الأخوي اللي اليوم الحمد لله احتفلنا بتسعين عام على تأسيس هذه الكنيسة أنا مبسوط كثير اليوم أكون بهالاحتفال شكرا لأبونا نبير خور الرعية اللي عزمني أنا مطرع النائب بطرياركي الروم الكاتوليك في القدس بس عزمني لأنه أنا أول من خدمت هون بهالكنيسة خدمت فترة طويلة وحبيت أهلها وحبيت المنطقة كلها وخدمتهم بكل محبة ومازلت أغاية اليوم بحبهم من كل قلبي وبخدمهم من كل قلبي وين من وجدت لا يمكن أنساهم يمكن هاي بتجسد فينا اليوم إنه هالكنيسة قديمة من أوائل بهالأبرسية بتجسد فينا حبنا لإيماننا إعلان إيماننا اللي منعيشه كل يوم بحياتنا اليومية حبنا لبلدنا الأردن حبنا لشعبنا اللي إحنا منفتخر فيه ومنحبه من كل قلبنا أنا ابن الأردن وبظلني ابن الأردن ورح ضلني ابن الأردن شكرا للنورسات اللي بترافقنا دائما بالسمرار سواء كان هون سواء كان بالقدس الأراضي المقدسة بتحمله رسال بتحمله رسالة رائعة جدا هي بتكرز أيضا بكلمة يسوع وبالتالي هاي أجمل كراز اليوم بتسمعنا كلمة يسوع بتفرجينا يسوع معاش بين المؤمنين إن شاء الله كل عام من تبقى الفخير بتمنى لكم كل التوفيق وعيد مبارك لكل اللي بحمله اسم مار بطرس بولوس ولكل كنايس وينما كانت والرعاية ولكل الكهنة اللي بحمله اسم مار بطرس بولوس وإن شاء الله يسوع المسيح دائما بيغمرهم بنعمته ويذكروا دائما يسوع معهم عمانوئيل تكفيك نعمتي وبعد القداس توجه الحضور إلى باحة مركز البابا فرانسيس للثقافة والحوار لحضور حفل استقبال دعت إليه هيئة مركز التعايش الديني سيدنا ورئيسا كهاناتنا تحفظه يا عطا